في العهد القديم قسيس عزة يتكلم عن كسر بكسر عين بعين سن بسن وإذا الشخص عمل هذا الشيء هل الله كان بيعلم أنه هذا يعتبر انتقام أم شيء آخر في الحقيقة الكلام اللي حضرتك بتقوله مظبوط تماما أنه وارد في خروج 20 وفي لويين 24 وبيقول إذا أحدث إنسان في قريبه عيبا ما فكما فعل كذلك يفعل به كسر بكسر عين بعين سن بسن وأكد لكل مشاهد لأن الناس لما تقرأ ده وتلاقي تعليم المسيح من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر من أراد أن يخصمك ويأخذ ثوبك أترك له ده يقولون هنا فيه تناقض أبدا كل اللهوتين بيقولوا عين بعين وسن بسن فيها ثلاث حاجات مهمة جدا أول حاجة ده شريعة العدالة أعطيت في مجتمع الغابة في الوقت ده ده مازال يأسيسنا إنه لا بس ده مش انتقام ده شريعة عدالة ده عدل في مجتمعاتنا في مجتمعاتنا في فلسطين وفي مصر والسوريا وغيره لغاية النهاردة في بعض القرى لو ولد من عيلة كسر رجل ولد من عيلة تانية تقوم العيلة دي عايزة تقتل عاشر أقصاد رجل تكسرت فده كان بيحصل كتير كتير زيه فيجي الرب يدي شريعة العدالة يقولهم من فضلكو إذا تكسرت إيد قصاتها إيد عين قصاتها عين رجل قصاتها رجل سن لكن ما تزودش عن كده الحاجة التانية شريعة العدالة دي أعطيت إلى قضاة بني إسرائيل هم اللي ينفذوها مش أي إنسان يعني ما قالش الرب كده على طول كسر رجلك روح كسر رجله ده زي كان بيؤسس مجتمع زي النهار ده النهار ده حضرتك عايش في كندا أنا عايش في مصر ده عايش في وكذا في قوانين للبلد قوانين العدالة قوانين العدالة ده انتقام طبعا لا أنت ماشي بالعربية أو راكن عربيتك وجي واحد خبط عربيتك كسرها لو أنت رحت وقلت كسرت العربية وخدت حقك ده انتقام ده عدالة ده عدالة في المجتمع لا بس كمان في قانون في قضاء يعني مثلا العربية التي كسرت في أنت فرضا ان ظلمت بتروح للقانون بتروح للعدالة تنصف المظلوم بالضبط من عشان كده بقول إن هذه القوانين أعطيت إلى قضاة بني إسرائيل اللي كي يطبقوها مش عشان الواحد يطبقها بنفسه وهذه القوانين كانت قوانين العدالة وسط مجتمع الغابة وفي نفس الوقت كان لكل واحد الحق إنه يسامح يغفر زي النهارة أنا ماشي في الشارع واحد خبط العربية لو أنا رحت للقضاء وطالبت بحقي أنا مش غلطان لو أنا سكت ده حرية لكن مش أروح كسر لعربية أروح أحرق بيته طبعا خطأ خطأ ليش أنا بسأله بأكد على هذا اليوم اللي منشوفه قسيس من عنف وظلم طبعا وقتل طبعا ويعني عم بشر عم بيصنع من أنفسهم آلهة وقضاء اللي بتحكم على الناس بيقتل من يشاء وكيف من يشاء طبعا وكل الأشياء المفروض لو إحنا بنتكلم عن مدنية عن حضارة عن تقدم في قوانين في البلد هي اللي تطبق لكن مش أروح أنا أطبق القانون بنفسي وأنا أخذ حق بدراعي ده مش أسلوب لحضاري ولا كتابي ترجمة نانسي قنقر